في مدينة الحكمة أثينة تكلم عن الجهالة ثلاث مرات في الخطب بتاعه أول مرة بيقول وجدت مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول وبعدين فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه وبعدين يقولهم الله مستعد أن يتغاضى عن أزمنة الجهل كل ماضيكم تميز بالجهل في كورينتوس الأولى واحد يقول إن كان العالم لم يعرف الله بالحكمة استحصن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة الإنسان في القرن الحادي والعشرين بيفتخر بالتكنولوجي وبالتقدم العلم المذهل وفعلا فيه تقدم علمي مذهل ما ننكرش هذا لكن أين علاقة بالله أين معرفة بالله في الحقيقة يعني جهل مخزي إن إنسان القرن الحادي والعشرين ألقى الله وكلام الله خلف ظهره لذلك بعد هذه الشهادة المثلسة بالجهل أدم كمان أمر بيشمل الماضي والحاضر والمستقبل الله الآن يأمر جميع الناس طب وماذا عن الماضي متغاضيا عن أزمنة الجهل وماذا عن المستقبل أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل هذا اليوم لم يأتي بعد هذا اليوم سيأتي عند انتهاء يوم النعمة هذا اليوم يوم النعمة ممتد بقاله حوالي ألفين سنة لكنه حينتهي الله الآن يأمر وده كلام يخص كل واحد من المشاهدين الأعزاء الله الآن يأمر كل إنسان في كل مكان ونعتقد إن أي واحد في أي مكان بيوصله هذا الكلام ما يدرش يستثني نفسه إطلاقا من هذا الأمر اللي من أعلى سلطة في الكون الله اللي اسمعنا عن صلاحه واسمعنا عن سلطانه واسمعنا عن قوته وماذا فعل خلق هذا الإله يأمر إنه يتوسل لكنه أيضا يأمر الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا والماضي مهما كان مليان ملطق بالأثام والعيوب متغاضيا عن أزمنة الجهل ومن يرفض التوبة ولا يؤمن الآن ويتوب الآن في يوم مزمع فيه أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه هذا الرجل أقامه من الأموات مات على الصليب على شانك وأقيم من الأموات برهان على أنه هو الديان يعني لو كان المسيح مات وما أمشي كان الخاطي يسعد لأن دياني مات ما فيش دينونة لكن ديانك قام من الأموات ولن يموت فيما بعد وعليك أن تقبل المسيح الآن بالتوبة والإيمان